سلام عليكم ازايكم ان شاء الله تكونوا بخير في الفيديو بتاع النهار ده جماعة هنجاوب على شوية من الاسئلة اللي هي جات لي على القناة وجات لي على الايميل وده الوعد اللي انا وعدته لكم فمن فضلكوا يا جماعة اي واحد عنده سؤال ياريت انه هو يبعد لي السؤال بتاعه على الايميل وده الايميل بتاعي لو هو مش عايز يفط السؤال على في القناة. انا الصراحة اللي انا بعمله يعني انا متابع كل الاسئلة دي وان شاء الله هجاوب عليها كلها في الله بينا نبدأ الفيديو. يلا جماعة نبدأ الاسئلة او السؤال اه بيقول موضوع جميل يا باش مهندس لكن هل نظام البناء يشمل جميع الولايات او كل ولاية ولها نظام معين. احنا الاول جماعة احنا لازم نفهم ان في نوعين من القوانين زي ما احنا ما قلنا في اكثر من الفيديو قبل كده. القوانين اللي هي لها علاقة بالمبنى من بره والقوانين اللي هي علاقة ببناء المبنى نفسه. القوانين اللي هي علاقة من بره فالزونينج كل سيتي او كل مدينة في امريكا لها القوانين بتاعتها وليها الزونينج الخاص بها. اما بالنسبة للقوانين بتاعت البناء نفسها فاحنا بنتبع القانون بتاع الولاية. بس في الوقت نفسه لو السيتي لها قوانين او لها قانون معين مختلف عن الولاية فاحنا بنتبع السيتي. طيب الموضوع كده او تلخبط قوي. لا الصراحة هو مش ملخبط خالص. هو اللي بيحصل يعني خليكو اشرح لوكو بسهولة جدا. انا او ما مسلا بيجي لي مشروعا او حاجة بعملها ايه. اول حاجة عندي حتة ارض فاول حاجة ان انا بعملها ان انا بدخل على الويبسايت بتاع السيتي وبجيب حتة الارض دي المعلومات اللي عليها. واهم حاجة ان انا بجيب بتاع حتة الارض دي. وفي الوقت نفسه ان انا بروح منزل او عامل اه اه داونلود للزون من على السيتي ويبسايت. دي اول حاجة. الحاجة التانية ببدأ بقى اشوف ايه الموضوع بتاعت حتة الارض دي. والحتة الارض دي انا عايز اعمل علي ايه? عايز اعمل عليها اه مدرسة. عايز اعمل عليها مطعم. عايز اعمل عليها بيت. فالحاجة الاول ايه? ان انا بشوف حتة الارض والزون بتاعها. وبتأكد ان كل حاجة انا عايز اعملها مطابقة للسيتي. دي اول حاجة. الحاجة التانية انا دلوقتي انعرفت انا عايز اعمل ايه? انا هعمل مثلا مبنى ساكني. اول حاجة هعملها روح جاي روح منزل الابليكيشن من الويب سايت بتاع السيتي بتاع المبنى الساكني. ازا انا انا هقدم على الرخصة للبلدية. ليه الموضوع ده مهم? لان كل مدينة او كل سيتي ليها المتطلبات بتاعتها. فانا اهو مبدأ المشروع من اوله. وانا عارف راسي من رجلي انا اعارف بالزبط انا المفروض ان انا اقدم ايه للسيتي. بس عايز انا هاعرف بالزبط انا المفروض ان انا اشتغل على ايه? احيانا كتير جدا على الويب سايت بتاع السيتي بيقول لك اتبع اه مثلا اه كاليفورنيا بيلدين كود اه اه الفين اتنين وعشرين مثلا. اه لو مثلا لو فيه مثلا اه سيتي معينة ما عندهاش بيلدين كود معين خاص بيها فهو بيقول لك اتبع الناشنال بيلدين كود. فبالشكل ده انا ببقى عارف ايه اللي انا اعمله من ناحية المبنى من برا. وابقى عارف كمان ايه اللي انا هعمله. وانا اول ما بدأ اعمل تصميم للمبنى من جوه. وابدأ اعمل الحيطان والسقف والحاجات دي كلها. لان الحاجات دي كلها مرتبطة بايه? مرتبطة بقانون المباني اللي هو اه سواء مثلا فلوردا بيلدين كود او كده. ده بالنسبة للبيلدين نفسه. بالنسبة للقهرباء والفاير والبلومين والحاجات دي. فتبع البيلدين كود بالحاجات دي بيكون موجودة فيها. اتمنى ده يكون اجابة واضحة على السؤال بتاعي. خلينا ندخل على السؤال التاني يا جماعة. السؤال التاني بيقول لو لو تكرمت يا باش مهندس عايز اشترى حتة ارض بجانب هيوستن. هل يوجد وسيلة للبحث اونلاين? انا اسكن في كيتي واريد قطعة ارض بين هيوستن الداونتاون تبعد على واحد وعشرين اه ميل او ميل يعني. انا عندي جماعة في اتنين ويب سايت انا تملي بدخل عليهم للبحث على اه سواء حتة ارض او مبنى او اي حاجة. اول حاجة اللي هو زيلو. اه وبالنسبة للاخ اللي هو ساب السؤال دوت انا اخط له اللينك اه على الشاشة دلوقتي هنا. اه بحيث ان هو يدخل اه او ما بيكتب اللينك بيدخل على طول على هيوستن تيكساس. وادي جماعة ادي هيوستن تيكساس. فهو اه انت المفروب ان انت بتعمل ايه? انت اول حاجة ان انت بتدخل على زيلو بتكتب هنا هيوستن تيكساس. وبعد كده بتدخل تحت هنا بتحط طبعا انت عايز فور سيل. اه بالنسبة للسعر بتاعك انت بقى بتحط انت عايز المنموم اد ايه? اقل سعر حتة الارض اد ايه? واقصى السعر. خليني مسلا نحطه مسلا متين الف دلار. اه بندخل على الجزء دوت اللي هو اله هو ميني بدروم هنا هو ميني باثروم يعني الجزء ده انت هي كان اجنورت لانه هي حتة ارض اه ما فيهاش مباني. اه الجزء ده بقى هنا اه ده اللي هو كمان مهم انت هنا بتدخل وانت بتقول ان انت عايز او لاند لان انت عايز ارض بس. لو انت بتدور على حاجة تانية فانت بتحط المعلومات دية. وبعد كده بتدخل تحت اه مور وبعد كده بتحط ايه الكريتيريا اللي انت بتدور عليها. اه السكوير فوت بتاعت حتة الارض دي مساحتها اد ايه اللوت سايز واحنا اتكلمنا ده جماعة عن ازاي ان انت تعرف اه مساحة حتة الارض بتاحتك اد ايه اللي انت عايز تشتريها يعني. اه حاجات تانية بقى انت بتحطها طبعا في حاجات اه يعني ما بتمشيش على حتة الارض. ايه مسلا يير بيلت. اه الحتة الارض مش مبنية لسه. اه حاجات تانية مسلا برضو موجودة. والحاجات دي موجودة بس انت هنا لو انت مسلا بتدور على حتة ارض معينة. عايز مسلا سيتي فيو او عايز مونتن فيو. فانت بتحط الحاجات دي. الحاجة التانية ان انت مسلا هنا تحت الديز انزلو. فانت بتحط how many days. بقى لها ايه موجودة. وبتحط حاجات تانية مسلا. اه يعني مسلا تحط مسلا ممكن تحط اي حاجة انت بتدور عليها. وبعد كده بتعمل فبديك هنا كل الحاجات دي. طبعا هنا في اه كميات ارض كبيرة جدا. فانت ان انت ممكن ان انت اه يعني او ان انت بتحط على الحاجات دي بحيث ان انت ما يجيلكش كمية الاراضي دي كلها. وادي هيوستن طبعا اه انا الصراحة انا مش ساكن ناحية هيوستن خالص. فبالنسبة للاخ اللي هو جاب السؤال فانت انت طبعا انت بتبقى عارف بالزبط انت عايز فين. فاقول مثلا هي دي المنطقة اللي انت عايزها وهو ده السعر. فانت بتدخل عليها. وزي ما قلنا في الفيديو الاولاني. اه دي حتة الارض. وانت بالشكل ده دي تمنها مثلا هنا اه اه مية وتسع الف. وهي دي الادرس بتاعها. وبعد كده بتقرأ المعلومات بتاعة حتة الارض. وبتتأكد ان حتة الارض دي هي دي الارض اللي انت عايزها. في طبعا صور اكتر زي ما اتفقنا قبل كده. فهي بتبينك حتة الارض دي تقدي ايه. بس الحاجة اللي انا برضو عايز اقولها. انت مجرد ان انت مثلا انت حتة الارض دي عقباك. فانت خد حتة الارض دي تخد العنوان. واتصل بالبلدية او الستي بتاعت حتة الارض. او روح لهم اعمل معهم ميتك. في احيانا ما بيقبلوش ما بيقبلوش اللي هي الوق ان. فلازم ان انت تعمل تاخد انت وبتقول لهم والله انا عايز اشتري حتة الارض دي. فان عايز اعرف ايه لو اه في اي مشاكل. الارض دي فيها سيرفز. قدوني اي معلومات عليها. وانس ان انت بقى بتعرف ان حتة الارض دي كويسة. ساعتها بقى انت اول حاجة انت عايز تعرف الاول انت مو. انت عايز تعمل ايه على حتة الارض دي دي. فانت بيكون عندك اه مهندس معماري او مصمم او اي حد بيساعدك في الموضوع. ساعتها بقى ان انت بتدخل على الستي وبتاخد الزوننج بتاعت حتة الارض دي. والزوننج هيديك بقى كل المعلومات اللي انت عايز تعرفها او اللي انت ممكن تبنيها على حتة الارض دي. ده بالنسبة لاول ويبسايت. في ويبسايت اجماعة تاني انا بحب استخدامه. اللي هو اسمه اللوب نات. برضو اللوب نات ده برضو كويس. برضو هنا انت بتحط يوستن تكساس. وهنا نفس الموضوع هي نفس الويبسايت كلها متقاربة. بس اه انا بحب هنا الصراحة اللوب نات دوت لو انت بتدار على حتة ارض كوميرشال. مساء عايز تبني عليها مصنع اي حاجة من دي. فاللوب نات ده كويس اوي. او الويبسايت ده كويس اوي للحاجات دي. اه زلو بحس ان هو كويس بالنسبة للمباني السكنية اكتر. اه من من لوب نات. هنا اول حاجة انا بعملها ان انا بشيل انا كل الحاجات دي. لان دوت لو انت مسلا هنا انت بدور على المطعم ولا حاجة فانت بتخط المطعم. فانا احنا عايزين ارض بس بس احنا مش عايزين اجريكولترا مش عايزينها للزراعة ولا عايزينها للصناعة. اه ولا عايزينها مسلا ريزيدينشال اه سكني. اللي انا عايزه انا عايز حطة ارض كوميرشال. عايز ابني مسلا عليها ايه? مطعم مسلا. فانا بعمل كده وبعد كده بادخل فبيديك بقى هنا ايه دي حطة الارض اللي هي الكميرشال وبعد كده خلينا مثلا هنا الارض مثلا تمنها اقصى حاجة 200 الف 200 الف مفيش فخلينا نحطه مثلا هنا ايه 400 الف فبدأ ان هو يطلع اماكن تانية لل400 الف فهنا مثلا انت بتدخل عليها الارض بتحتك خلينا نضغط فاول حاجة ان انت مثلا امد تدخل ساعتها مثلا انت بتدخل هنا بتضغط على الصورة اللي على الجام فهي بيديك كل الحاجات على حتة الارض دي وبيديك الصور اللي موجودة وبيديك كمان كل المعلومات اللي هي على حتة الارض دي البيس كام وهو ميني سكوير فوت والاكتف وهو ميني الاندا اد ايه السايز بتاعها اد ايه سؤال تاني يا جماعة هنا بيقول ازاي اعمل سيرفي لحدود بيتي بارخص شيء علشان اعمل صور خشب لبيتي على الحدود المثالية للبيت احنا جماعة عشان نجاوب على السؤال دوت احنا لازم نعرف الاول ان فيه نوعين من الناس بيعملوا السيرفي فيه واحد اندفيدول يعني شخص بيكون عنده الشركة بتاعته والشركة دي عبارة عن هو بس والشخص دوت بيكون لان سيرفيير سرتفايد لان سيرفيير يعني وهو انت بتتصل به وهو بيجيلك بيعملك مسح لبيت بتاعك وفيه شركات بتعمل لان سيرفيير شركات كبيرة فانت على حسب المشروع اللي انت بتعمله لو انت مثلا انت زي ما بتقول عايز تعمل فنس عايز تحط شاد حاجات صغيرة فانت عرخص لك ان انت توصل للناس اللي هما بيعملوا لان سيرفيير وهو الشركة دي بيكون واحد لواحد ولان السعر بتاعتهم هيكون رخيص جدا بس لو انت مثلا بتعمل مشروع كبير مثلا عندك حتة ارض كبيرة وعايز تعمل لها عايز تقسم حتة الارض دي مثلا لإيه لمتين لغطس عشان يتبنوا فالشخص دوت ما يقدرش هو ممكن يعملها بس مش هيبع عنده الكاباباليتيز او المقدرة ان هو يعمل لك مشروع كبير فانت بتروح لإيه للشركات الكبيرة دي ازاي ان انت بقى توصل للشركات او توصل للشخص دوت اهم حاجة ان انت في الستي اللي انت عايش فيها بتدخل على الويبسايت بتاع الان سيرفي او اللي هو سيرتفايد لان سيرفي وهتلاقي كل السيرتفايد لان سيرفييرز موجودين على الويبسايت دوت فانا جماع عشان اسهلها لكو شوية فالله نحطه على السكرين هنا ده هنا الان سيرفيين اسسييشنز لستنج باي ستيت يعني كل ولاية اللي هي الاسسييشن بتاعت الان سيرفييرز فاللي انا هعمله عشان برضو الجواب بتاع السؤال دوت يفيد ناس تانية فانا حطيت الحاجات ديت موجودة على فايلز وانا هعمل بحيث ان انت تشوف الولاية اللي انت فيها وبتضغط او بتكتب انت الويبسايت بتاعهم فهو هيدخلك وانت ساعدت ان انت بيكون عندك ال بتاع الولاية ديت بالنسبة الان سيرفيير انت ساعدت انت بتتصل بهم وبتسألهم والله انا عايز اه اه عايي الان سيرفيير تبعمل ايه طب فين دوت الكلام ده كله فمسلا هنا على سبيل مسلا مسلا هنا اريزونا ده الادرس بتاعهم كاليفورنيا اه انا صراحة انا هنش بشويش بحيث برضو ان انت مسلا ممكن انت يعني you can stop the video وتكتب الادرس بتاع المنطيع اللي انت فيها عندك كانزاس عندك كونتاكي عندك مين عندك ميرلاند كل الولايات اهي مونتانا نيفادا عندك نيو هامشير نيو جيرزي نيو ميكسيكو ساوت كارولاينا تينسي فيرمونت فيرجينيا وست فيرجينيا ويسكنسين فدك معا بالنسبة لان انت تعين لاند سيرفير موضوع الفنس دك معا مهم جدا وانا هعمل عنه فيديو خاص بي ازاي انت تقدم للفنس وايه المتطالبات وانواع الفنس ايه اللي برا هل انت عايز الخشب عن انت عايز باين عن انت عايز الصالد عن انت الحاجة التانية جماعة الفنس دوت هل ان اللي انت هتقدم فيها الرسومات هل ان هي انت محتاج ان انت تاخد للفنس دوت ولا مش لازم تاخد ال اللي هو هيعمل لك الفنس دوت هل ان انت محتاج كونتراكتر ولا مش محتاج كونتراكتر الحاجات دي كلها هنبدأ نتكلم عليها بس هي حاجة مهمة جدا لموضوع الفنس فيه ولايات وفي بيقول لك ان انت لو الفنس بتاعك بحدود معين ارتفاع معين وكده فانت مش محتاج بس لو انت مش محتاج عشان البنى فانت احيانا محتاج عشان الشكل الخارجي لو طبعا الشكل بتاع الفنس دوت يعني مختلف شوية فالسيتي كمان لازم ان هما يبصوا على الشكل عشان ما جيش مثلا واحد يروح جاي باني فنس وحيطة وعملها مثلا بينك او اي حاجة او اي حاجة طبعا الستي بيكون لها عشان المنظر الجمالي طب خلينا جماعة نشوف الواحدة من السيتي او المدن في امريكا اللي هي ريفرساد كاليفورنيا انا هنا دخلت على بتاع الويبسايت بتاع ريفرسايت اهوت ده تمال يا جماعة الويبسايت بتاع السيتي ده اول مكان انا بدخل عليه او ما بيجي لمشروع اول خطوة بدخل باخد بقى هنا ايه ادور والله ده البرمت بلانت شاك تدخل على البلانت شاك البلانت شاك هنتكلم عليه بعد كده الراجل اللي هيجي من السيتي يبص على الشغل بتاعك الكلام ده كله ف هنا بيقول لك فمن ضمن الحاجات هنا بيقول لك يعني بمعنى تاني لو انت بتبني فانس اقل من ساعة ادم فهو مش محتاج بس خلينا اقولكم حاجة مهمة لو هو مش محتاج ده مش معناه ان انت تجيب اي واحد يبنيه ليه لان في عندنا في ال اللي هي مسؤولة عن اللي هم موجودين مثلا هنا في كاليفورنيا في عندك البورد مثلا بتاع ولايات تانية كل ولاية بيكون لها بتاعتها فمسلا في كاليفورنيا ان ما ينفحش حد يعمل شغل اكتر من او يعدي الخمسمائة دولار من غير ان هو يكون ومعه من خلينا نرجح هنا للموضوع فانا بيقول لك يعني لو الصور اللي انت هتبنيه اقل من سبعة فيت فممكن ان انت ما يطلب منك ان انت تاخد بس برضه المفروض ان انت بتسأل ال هنا بيقول بيقول لك المباني يعني فمعنى تاني ان هم عايزين بيتحكموا في الشكل الجمالي وهما كمان بيتحكموا عايزين يتأكدوا ان اي حاجة بتتبنى بتبقى تبع بتاع الارض اللي هي هيتبنى عليها فزي ما انتم شايفين ان كل حاجة بترجع لايه كل حاجة بتلف والدور وبترجع على الزون فهنا احيانا احيانا ال احيانا بيكون لو ان انت مثلا الفينس اللي انت هتعمله هو نفس الشكل بتاع الاصوار او بتاع الفينس اللي هي موجودين في المناطق اللي حواليك واللي ارتفاع اقل من سبعة فيد فالبلانينج ديفيجن بيقول او والله الفينس دوت ماتشن فعشان كده انت احيان انت اما بتعمل الرسومات انت طبعا عشان ترخ للبلانينج ديفيجن فاته بتقدم شوية رسومات فمهم جدا ان انت بتطنحهم ان انت مش محتاج معنى ان 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 بتاخد صورة للبيت بتاعك بتاخد صورة للبيوت اللي حواليك الفينس اللي حواليك بتاخد صورة ايه نوع الفينس اللي انت هتعمله واللي انت هتبنيه اول ما السيتي او بتاع السيتي بيتأكده ان انت بتبني او تبع القوانين وحاجة ماشية مع النيبرهود اللي انت عايش فيها ساعتا هم ايه بيوفقو لك على طول ال يا جماعة دي اصعب حاجة دي اصعب اساسا ودي اللي احنا او ما بنقدم على احنا بنقدموها لل ل ليه ال اصعب لان ال بتاع ثمد الى حد كبير على شكل جمالي يعني بس انت ممكن تقدم الرسمية يقولك او مش عاك يعني لا بس انت او ما بتقدم في فبيقول لك او الحيطة دي طب انا امديك انا امديك من الحيطة يعني فدي هتدين مثلا ايه فهو واحد زائد واحد اثنين اما بالنسبة ل فواحد زائد واحد احيانا ممكن تكون عشر او خمستاشر السؤال الثاني جماعة هنا برضو لعلاقة بمسحة الارض بيقول يا ريت تعلمنا كيف نعمل مسحة الارض اللي املكها بدون ما جيب شخص يعمل للمسح يعني الكلام ده كويس جدا انا جماعة في حالة واحدة بس لو انت بتعمل مسح الارض او بتعمل السيرفي عشان حاجة خاصة بيك انت بحيس ان انت ايه بتقعد تمخمخ في الارض والله تبدأ انا بتاعي كذا تبا انا هعمل مسح وممكن الشخص اللي هو بيعمل اللي عند حطة الارض دي ممكن ما سنقول اه تبا انا هبدأ ان انا اشتغل في التصميم شوية بشوية مع نفسي الكلام ده كويس جدا بس انت لو انت هتبني حاجة لازم تجيب لان ال ال دوت اللي هو المساح المعترف به هو دوت اللي هو هيكون معترف به بحيس ان انت ما حصل لكش اي مشكلة في المستقبل ان انت عملت او دخلت على الجار بتاعك مش بس دخلت على الجار او دخلت على اه اه انا 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 هقول لكم على القصة حصلتلي اه القصة دي حقيقة يعني عشان بس تعرفوا ان الرسومات واهمية الرسومات ان هي تتعامل قد ايه ومهمة جدا واحد راح لواحد اه مصمم عمله رسومات بيت وعمله يعني منظور المنظور ملوش دهوة خالص بالرسومات فالمنظور مبين ان شكل البيت صغير مع ان البيت كبير جدا فالرسومات مش مصبوطة قدمها للبلدية اتبنت وبعد ما اتبنت وهي بتتبنى بس لا ايه النيبر او السكان بتوعه راحوا عاملوا شكوى للبلدية ان لأ ان المبنى ده ما ينفحش يكون في حتة الارض دي راح للبلدية قال لهم انا مقدم على رسومات وادي الارتفاع وادي الارتفاع فالبلدية راحوا بيشوفوا لقولك ايه الارتفاعات مصبوطة على الاليفيجنز وعلى السيكشنز اللي اللي هو مقدمها بس المنظور او البروسباكتف اللي هو معمول مبين البيت صغير بالنسبة للبيوت اللي حواليه فدخلوا على بلانين كوميشن وفي النهاية طلبوا منه ان هو يهد البيت كان البيت تقريبا حوالي ثمانين خمسة وتمانين في المية ادنا قال لازم يهد البيت القصة دي يا جماعة حقيقية فالشخص ده جالي وبعد كده الشخص دوت اصبحت انا هو صحاب قوي الله يرحمه يعني اتوفى اتوفى صغير يعني الله يرحمه المن جالي وقال لي قال لي الحقني الموضوع كذا كذا فانا المفروض اعمله المهم انا اخدت المشروع بس طبعا انا قلت له الموضوع صعب جدا لان المبنى اريدي اتبني فاخدنا الرسومات اول حاجة قلت له ان احنا هنعملها ايه ان احنا هنعيد الرسومات من جديد بحيث نعمل الرسومات مصبوطة لان الرسومات اللي هو قدمها عن طريق شخص تاني يعني شخص تاني هو اللي عمل هذا الرسومات دي اهم اقدمها للسيتي الرسومات مش مصبوطة فقلت له اول حاجة ان احنا هنعمل الرسومات مصبوطة وبعد كده ان احنا لازم ان احنا هناخد الرسومات ونروح على السكان اللي هما سكنين من ناحيتين اللي هما اشتكوا ونقول لهم والله هي دي الرسومات وايه وهو ده بيتي الراجل يعني صاحبي يقول لهم ان هو ده بيتي ده انا هسكن فيه والكلام دوت بحيث ان هما يعني ايه يعني يحسوا به شوية لان هو ده فعلا كان بيت اللي هسكن فيه وده شقة عمره حطه في البيت دوت فقلت له ده اللي انت هتعمله بس انا مش هروح معاك لان انا مش عايزها تكون عن طريق مهندس رايح لا انا عايزها كايه انت الراجل عندك بيت وهيتهد والبيت دوت هيعمله ايه يعني شقة عمرك كله هيروح فانت روح للناس اللي جنبك و وشوف هما يقول المهم هو راح للبيوت اللي جنبه اللي هما مقدمين الشكوى وشرح لهم فهم قالوله طيب طيب بس احنا مش هنخليك تهده بس انت قدم لنا حاجات بحيث ان هي تساعدنا ان البيت بتاعت ما يكونش علينا قوي كده لان البيت عامله عالي والبيوت التانيين واطيين كده فهو في هيبدأ يبص مع ان والحاجات دي كلها مصبوطة والبيلدين كود كله ماشي مصبوط بس هو الرسومات او ما تقدمك بتروح للبلانين البلانين وفقه عليه على حسب الرسومات والبلانين احيانا بيطلوبه منك ان انت تروح يا اما سيتي كونسل يا اما بلانين كوميشن وده هنتكلم عليها بعد كده يا جماعة في حاجتين هنا في امريكا للموافقة على البلانين في حاجة اسمها البلانين كوميشن وفي حاجة اسمها السيتي كونسل وهنتكلم عليهم وزي الرسومات دي بتتقدم لان الموضوع ده احيان بيكون ملخبط شوية المهم الراجل اتفق معاهم ان احنا هنبني شجر وهنعمل ايه وهنبني صور والشباك دوت اللي هون دايقك دوت احنا هنقفله وهفتح لك شباك تاني من الناحية التانية المهم ايه تانو معاهم باك اند فورس باك اند فورس الموتت مثلا حوالي اربع شهور لغاية هما ما اتفقوا عدلنا الرسومات كل ده احنا رسنا مروحناش للسيتي عدلنا الرسومات وعملنا منظور جديد وهو اخذ المنظور او البرسبكتب دوت وراح للجران وقال لهم هو ده اللي احنا هنقدمه للسيتي انتو ايه رأيكم فوافقوا فاخدنا الرسومات ورحنا راحين للسيتي اللي هو كمسؤول على المشروع قلنا له احنا عملنا كذا 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 فهم موافقين فاحنا دلوقتي عايزينك انت توافق فطبعا هو الناس بتوه الستيتي في احيانا كتير جدا بيكونوا كويسين واحيانا بيكونوا يعني غلسين جدا الموب الراجل ده الحمد لله طلح كويس وكان معاه كمان اللي هو السوبرفايزر بتاعته انا اتعاملت معاه اكتر من المرة قبل كده وطلعت كويسة فالمهم موافقه قالوا انه بس انتو لازم تروحوا تاني وتقدموا والناس دي هيروحوا ولو اعترضوا يبقى خلاص يبقى ما فيش بقى ابيل تاني فروحنا والصراحة كانت يعني 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 بمعنى تاني انا مش حافظ اقولها زي بالعرب بس كانت ايه يعني كنا على اعصابنا لمدة حوالي اربح ساعات لدرجة ان هما ادونا رحت انا وصحبي اه كان فيه مطعم جنب من من لانه كان بالليل رحنا اخدنا لقمة وشربنا كوبات قهوة ورجعنا تاني المهم بعد الاربح ساعات الحمد الله المشروع اتوافق عليه وايه وبنى البيت وسكن فيه طبعا للأسف يعني اتوفى وكان من الناس كويسين جدا يعني وانا بقول ان هو اتوفى الصراحة انا جسمي بيقاشعر لان كان من الناس اللي هما كويسين جدا 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 في الدنيا بس للأسف يعني ربنا افتكروا بدري السبب جماعة اللي انا بقول لكم على الموضوع دوت ليه عشان ان انت عشان توفر وتعمل رسومات احيانا بتقلب عليك بشكل كبير جدا فخلي بالكم الفيديوهات اللي انا بحطها انا بحط نصائح للناس عشان كده انا اجيب لكم حاجات حصلت فعلا عشان نتعلم منها كلها نتعلم من الحاجات دية وانتو يا جماعة كمان ما تقعوش في الحاجات دية لان هنا القوانين بتاعت المباني احيانا بتكون صارمة للي ما بيتتبعها اتمنى الفيديو كان مفيد لو الفيديو مفيد ما تنسوش اللايك ولو القناة مفيدة ما تنسوش تشيرها وصحاركم وتشتركوا فيها وان شاء الله الفيديو الجاي او اللي بعد منه نبدأ نكمل الاسئلة اللي هي هتبدأ تجيلي فانتو ابعتوه لجماعة اسئلة وانا ان شاء الله هجاوب عليها وانكلمكم في الفيديو الجاي ان شاء الله والسلام